بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدِّم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سر على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد وهذا الدرس هو استكمال لما كان في الدرس السابق في الباب الذي عنول له المؤلف بقوله باب قول الله تعالى أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وقوله تعالى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٌ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقد سبقت الإشارة إلى أن المؤلف عليه رحمة الله جاء بهذا الباب بعد أن بين في الأبواب السابقة بأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل وكذلك الاستعاذة وكذلك الدعاء وأثبت بالأدلة الشرعية بأن هذه كلها من أعظم أنواع العبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل ولا تكون العبادة إلا لمن عنده الكمال الذي لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه فمن كان كامل هو الذي يستحق العبادة ومن كان فيه نقص بوجه من الوجوه فإنه لا يستحق العبادة فهو أراد أن يبرهنا هنا بأن المعبودات كل المعبودات مخلوقة من عدم وهذا نقص وسوف تفنى وهذا نقص ولذلك يبين لهم أن هؤلاء الشركاء الذين يتوجهون لهم بأنواع العبادة هم لا يستحقون أن يتوجه لهم لأن فيهم نقص فكيف يتركون الكامل المنزه عن النقص ويلتجئون إلى ما فيه نقص ولهذا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فبينا أن هؤلاء خلقوا من عدم وكانوا قبل ذلك غير موجودين وأنهم يعجزون عن نصر أنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فهم لا ينصرون عابديهم ولا ينصرون أنفسهم ولهذا ذكر بعد هذه الآية أنهم أيضا فقراء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وهذا يدل على أنهم فقراء والذي يدعى هو الغني وليس الفقير وأنهم غافلون عن دعائهم وعن عبادتهم وأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم ثم لأن المعبودات التي يتعلق بها أهل الشرك يتعلقون بها لمكانتهم عند الله عز وجل هذا في الأعمى الأغلب ولهذا هم يتعلقون بالملائكة ثم يتعلقون بالأنبياء ثم يتعلقون بالأولياء من أتباع الأنبياء فجاء بمثلين تتعلق بأفضل البشر على الإطلاق وأفضل البشر على الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيد ولد آدم ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أفضل البشر على الإطلاق وإذا كان هذا الذي هو أفضل البشر على الإطلاق لا يستحق العبادة فغيره من باب أولى بقية الأولياء من باب أولى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على مكانته العظيمة وشرفه العظيم عند الله عز وجل وهو لا يستحق العبادة فغيره من الأولياء من باب أولى لا يستحقون ذلك ثم بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع مكانته لا يتحقق له كل ما يريد لا يتحقق له كل ما يريد وهم يظنون هم لا يتقربون إلى الولي يظنون أن الولي لا يرد دعاءه هذا على سبيل لو فرض أنه سمع ودعا فهم يظنون أن دعاءه لا يرد وأن له عند الله ما يريد وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عند الله ما يريد دائما وأبدا فذكر حادثة وهي أنه لما أصابه المشركون في موقعة أحد وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وهم معتدون عليه وهم ظالمون وهم مشركون ومع هذا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تحقق له ما يريد مع أنهم أهل شرك دعا عليهم وهم أهل شرك وهم ظالمون وهم معتدون عليه فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تحقق له ما يريد مع أنه ظن أنهم سوف يهلكون لأنه يقول كيف يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيه كأنه يستبعد عليهم الفلاح كأنه يستبعد أن هؤلاء يفلحون فبين الله عز وجل أن أمر الخلق ليس إليه وهو لا يعلم الغيب وهذا الأمر متعلق بالله عز وجل فأنزل عليه قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء الفلاح وعاقبتهم ونهايتهم هذه ليس إليك هذه لرب العالمين فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له كل ما يريد فهل الأولياء الذين يتعلق بهم الناس الآن لهم كل ما يريدون وعباد الأضرح والقبور يقولون هذا ولي له ما يريد نحن نطلب وهو له ما يريد فانظروا ماذا قال أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه الآية كان يقنط عليهم من شدة ما أذوه وآذوا المسلمين وقتلوا خيار الصحابة ومثلوا بخيار الصحابة فكما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم فكان يدعو عليهم يريد أن ينتقم الله عز وجل منهم فهل انتقم الله من الذين كانوا يدعو عليهم لأنه كان يسمي رجال بأسمائهم لأنه جاء في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب عنده أن هؤلاء صناديد المشركين الذين فعلوا بالرسول ما فعلوا كتب الله أنه سوف ينزل عليهم الهداية وسوف يدخلون في الإسلام والإسلام يجب ما قبل والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يقنت عليهم ويدعو عليهم ويلعنهم واللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل فلم يتحقق له ما يريد أليس في هذا عبرة أليس في هذا عبرة أنه لا ينبغي أن تتوجه لمخلوق بشيء من العبادة ولا بالدعاء ولا بالتوسط ولا بالتشفع وإنما تتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى ما هو الذي يستحق أن يعبد وأيضاً ذكر حادثة أخرى وهي تبين أن الرسول عليه وسلم بيّن لأمته أنه لا يملك لهم من الأمر شيء فعن أبي هرير رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم يعني كيف يشتري نفسه بمعنى أنه يعبد الله عز وجل لينقذ نفسه من عذاب الله عز وجل اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنكم من الله شيئا حتى لا يتعلق به متعلق وينسى رب السماوات والأرض بل خاطب أقرب الناس إليه وقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا وعباس هذا عمه عم الرسول صلى الله عليه وسلم يا صفي عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شيئتي في أمور الدنيا تبغين شيئا من مالي سليني ما شيئتي لا أغني عنك من الله شيئا فلو كان الله أوحى له أن جاهه لا يرد وأن طلبه لا يرد هل يقول لهم هذا الكلام؟ كان يقول يعني إذا كان لا يستطيع أن ينقذ فاطمة وهي ابنته لا يستطيع أن ينقذها من النار فهل يستطيع البدوي أن ينقذ الذين يطوفون بقبره؟ هل يستطيع عبد القادر الجيلاني ينقذ الذين يطوفون بقبره؟ من باب أولى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فاطمة يحذر عمه يحذر عمته ويقول لا أملك لكم من الله شيئا أرأيتم أن الذين يتعلقون بالأضرحة وبالأولياء في ظلال كبير وأنهم قد أتوا ببدعة شركية وساروا عليها والناس إذا انحرفوا عن الطريق واعتادوا على ذلك ومكثوا على الظلال فإنهم يتصورون أن الذي هم عليه من الدين ولهذا تجد هذه الانحرفات كبر عليها الصغير ويرى من يشار إليهم بالبنان من العلماء أنهم يفعلون ذلك ومن الناس يفعلون ذلك والدول تحتفل بذلك انظروا الآن في هذه الأيام كيف بعض الدول تحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وعندهم حجج عقلية لكن الدين هو يأخذ بالحجج العقلية عندهم حجج عقلية هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله بعثه رحمة للعالمين ويحتاج أن نحي ذكره وأن نذكر الأمة به لكي الأمة تتأسى به صلى الله عليه وسلم فهذا عمل صالح هكذا بعقوله ولو رجعوا إلى معنى الاتباع ما هو وأن العبادة لا بد أن تأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس باستحسان الإنسان لو رجعوا لهذا لعرفوا أنهم يتوارثون شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه دليل واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده وليس فيه دليل واحد أن الخلفاء الراشدين على فضلهم وجلالة قدرهم ونحن مأمرون أن نتبع الخلفاء الراشدين وأن نسير على هدي الخلفاء الراشدين ولا دليل واحد ولا دليل واحد صحيح ما فيه البتة وأن أول ما عرف عنهم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هي دولة باطنية تسمى الدولة الفاطمية هذه أول من أحدث الاحتفال في اليوم الثاني عشر من ربيع واليوم الثاني وقد أثبت المؤرخون أن الدولة الباطنية أصلهم من اليهود يهودي كذاب ادعى النسب الشريف الذي ينتسب إلى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى آل البيت وسموا أنفسهم بالفاطميين وهو كذب وزور فإن أصلهم من اليهود ولهذا أحدثوا في الدين الإسلامي أحداث عظيمة حتى كتب عنهم العلماء في التاريخ قالوا واستولى منهم اثنى عشر متخلفا لا خليفة متخلف لا خليفة لأنهم زنادق لعبوا في دين الله عز وجل بأهوائهم شيء عجيب جدا حتى أن بعض العلماء يقول هؤلاء لأنه قد ثبت يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في الثاني عشر مات في الثاني عشر من ربيع الأول وأما ولادته في هذا التاريخ ففيها كلام كثير للعلماء لكن المقطوع به أنه مات في الثاني عشر فبعض المؤرخين يقول لعل هؤلاء الخبثاء من باب النكاية بالمسلمين هم في الحقيقة يحتفلون بموته يحتفلون بموته لا بمولده ولهذا اختاروا هذا التاريخ ولا يستبعد على من يحفدون على دين الإسلام أن يفعلوا ذلك وعلى فرض أنه فعلاً ولد في الثاني عشر فهل نحن مكلفون من الله أن نحتفل بولادته أو نحتفل ببعثته يوم نجل عليه الوحي هل نحن مكلفون هل هذا تعبد نتعبد الله به نحتاج أن نرجع إلى الأصل هل فعله ولا ما فعله هل أرشد إليه أو لم يرشد إليه هل فعله واحد من الصحابة وأقره كل هذا لم يحصل كل هذا لم يحصل طيب إذا كان هذا كل ما لم يحصل فهو يخفى على هذه الدول التي تحتفل به في كثير من البلدان وتذيعها بالإذاعات ويحضر الزعماء ونحو ذلك كما خفي عليهم أن الطواف بالقبور لا يجوز وخفي عليهم أن النذر للأضرحة لا يجوز وخفي عليهم أن التمسح بهذه الأضرحة لا يجوز وهي من أصول الدين ألا يخفى عليهم هذا فالناس إذا اعتادوا على شيء فإنهم يسيرون عليه إلا أن ينقذهم الله عز وجل بمجددين يدعونهم إلى الطريق الصحيح ولهذا كثير من الناس نزع عن هذا المشرف وكثير الآن ألفوا كتب يعني منها كتاب كنت قبورياً رجل يقول كنت قبورياً يعني هو يتكلم عن نفسه أنه كان قبوري بمعنى أنه يتعلق بالقبور ويتمسح بها وينذر لها فتبين له بعد ذلك أن هذا كله ضلال وإنه مخالف لإجماع المسلمين فلا نغتر بكثرة ما يفعله الناس وينشرونه فهذا ليس بحجة وبين العبد وبين ربه لا يقول الناس كلهم يفعلون ذلك أكثر الناس يفعلون ذلك هذا لا ينفعهم شيئاً البتة وأكثر أحوال الناس الآن لا تخفى عليكم أكثر أحوال الناس الآن فيها من مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من التشبه بالمشركين وبأهل الكتاب وهذه الموالد هي من هذا الباب من باب التشبه لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى قالوا والنصارى خير منا كأنها منافسة النصارى خير منا يحتفلون بعيسى ونحن ما نحتفل لو كانت بالمنافسة وبالقياس العقلي كان هذا له جواب لكن العبادة ليس هذا شانها العبادة لا بد أن يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يرشد إليها أو أن يقرها صلى الله عليه وسلم فإن لم يحصل شيء من ذلك فهي ليست عبادة والله عز وجل قد أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا بنص القرآن أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان الاحتفال بالمولد من الدين فأين هو هل تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة وترك هذا وما تنبه له إلا الدولة العبيدية التي تسمي جورا نفسها بالدولة الفاطمية يقولون طيب يحتفل علماء آخرون ما هم من الدولة الفاطمية ولا من العبادة نقول صحيح انطلع عليهم الأمر كثرة البدع فانطلع عليهم الأمر هذا عند المخلص منهم وأما بعضهم قد يعرفوا الحقيقة لكنه لا يستطيع أن يصدم جماهير الناس لصار جماهير الناس على شيء فإنه يقول ما أصدم مشاعرهم إذا كان جماهير الناس على شيء فإنه يقول أنا لا أستطيع أصدم مشاعرهم ولهذا تجد بعض الناس الذين لا يصلون أصلا يحضرون الموالد تجد بعض الناس ما عرف عنه أنه يصلي لكن إذا جاءت الموالد حضر مع الناس طيب يعني أنت تارك الله الصلاة وتحضر الموالد وهذا كثير خاصة الذين يريدون لهم مكان عند الناس ومكان عند المتدينين فإنهم يحرصون على مثل هذه الأشياء بل وأهل الكفر والضلالة الآن يحاولون أن يمدوا جسور مع فرق الضلالة التي تهتم بهذه الاحتفالات البدعية لماذا؟ لأنها فيها انحراف وهم يبحثون عن كل انحراف عن الدين الصحيح لأن من مهمة الكافرين تفتيت وحدة المسلمين وإثارة الخلافات بينهم فهم وانظروا يعني كيف بل إن بعض السفراء الدول الغربية يحضرون هذه الموالد هم يحضرون ويشجعون عليها فهم يعني يسعون في ترسيخ البدع في المجتمعات الإسلامية ولا يردون أن المسلمين يرجعون إلى دينهم الصحيح لأن هذا ينبني عليه بدع أخرى أكثر الذين يعني فتنوا بالطرق الصوفية وفتنوا بالموالد أكثر هؤلاء عندهم عقيدة الجبرية وعقيدة الجبرية أنك لا تعارض قدر الله لا تعارض قدر الله فإذا قدر الله عليك أن يستولي عليك الكفار فارض بهذا القدر ولا تعارضه فارض بهذا القدر ولا تعارضه وهذه عقيدة الجبرية ترضى أن يستولي عليك الكفار تعارض قدر الله بقدر الله تعارض قدره وهذا ما تسمى معارضة هذا استجابة لأمر الله عز وجل لأنه لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بقدر الله لكن هذا الذي يحدث منه شيء موافق لدين الله عز وجل فهذا تلتزم به ومنه شيء فأنت ترده إلى الصواب وإن كان من قدر الله انظروا إلى قول عمر بن الخطاب لما يقول لما يقول الكلمة يعني قال نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني يقصد أن كما أن الله عز وجل قدر أن الكفار يستولون على المسلمين فلا ترضى بالسلاه إذا قدر على الشخص معصية فلا تحتج بالقدر ولهذا لما جاءه من يقول يعني لما قال قال لماذا سرقت قال قدر الله علي قال وأنا أقطع يدك بقدر الله أقطع يدك بقدر الله فليس كل قدر لله وإلا لا يحدث في كون الله شيء مخالف لقدر الله لكن هذا القدر إذا كان مخالف لدين الله عز وجل فأنت مكلف من الله أن تدفع عنك الكفار لأن العقيدة الجبرية هذه تخدمهم وتجعل المسلمين يرضون بهذا بل ولأن فيها من بعض الطرق عندهم وحدة الوجود بمعنى عندهم يستوي عندهم الكافر والمسلم لأن عندهم إن الله سبحانه وتعالى يحل في المخلوقات وأن الوجود كل شيء واحد فهل بالله هذا يبغض شيء والله فيه هل يكره شيء والله فيه وهي عقيدة خبيثة جدا ولهذا الذين صرحوا منهم بهذا بعضهم يخفي هذا الذين صرحوا بهذا قالوا قولا لا يستطيع الإنسان أن يتفوه به في أشعارهم وقال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا كيف الكلب يصير إلهك والخنزير إلهك قالوا لأن الله حل في كل المخلوقات لأن الله حل في كل المخلوقات لحظتم العقيدة الخبيثة كيف فعندهم حل في الخنزير حل في كل شيء هؤلاء الحلولية حل في كل شيء فكيف لا يرضى الكفار بعقيدة مثل هذه كيف لا يرضى الكفار بعقيدة تجعل الناس دراويش يرضون بكل شيء لا يهمهم كفر من إسلام عندهم هذه طرائق إلى الله عندهم تعبد الله بأي طريقة تشاء سواء بطريقة النصارى بطريقة البوذية عندهم هذه كل عبادة توصل إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من الضلال الكبير الذي يغفل عنه كثير من الناس فإن عواما الناس لا يدرون أن نهاية هذه الطرق وأن نهاية عباد القبور سوف تجعل بالناس هذه الحالة وإنما يججلون عليهم يقولون هذا ولي صالح ومجرب وقد جاءه مرة مريض وتعافى وجاءه مرة كذا وعواما الناس تبع لكن من عرف دين الله عز وجل وعرف توحيد الله عز وجل فإنه لا ينساق لهذه الضلالات وهذه الانحرافات ولهذا أحسن المؤلف جزاه الله خيرا صنعا عندما ضرب المثالين للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يسلم أنه أفضل البشر وأنه خليل الرحمن ومع هذا لا يتحقق له كل ما يريد فكيف بما يظنونهم أولياء يتحقق لهم كل ما يريد ويتوجهون إليهم بهذه العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل المسائل التي استخرجها من هذا الباب استخرج منه ثلاثة عشر مسألة فقال المسألة الأولى تفسير الآيتين تفسير الآيتين يقصد الآية التي في سورة الأعراف وهي قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الآية الثانية التي في فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هذه فقال المسألة الأولى تفسير الآيتين المسألة الثانية قصة أحد وهي التي سمعتموها وكيف حصلت ومع هذا ما تحقق للرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد مع أنه اجتهد في الدعاء عليهم اجتهاداً كبيراً ولهذا جعل هذه المسألة الثالثة فقال قنوت سيد المرسلين ما هو رسول بحسب سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يعني خلفه الخلفاء الراشدون والعشر المبشرون بالجنة وأهل بدر يؤمنون على دعائه يقول اللهم إلعن سهيل بن عمر باسمه وفلان وفلان وسادات الأولياء يقولون آمين آمين وهو يدعو عليهم فهل استجاب الله لهم فإذا كان ما استجاب الله لهم في هذا يستجيب لغيرهم من الذين يتعلق بهم الناس الآن ألا يعتبر الإنسان من هذا فقال الثالث قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة يعني بعد الرفع من الركوع فدعاء في الصلاة وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يؤمنون خير البشر بعد الرسل كل هذه من مرشحات الإجابة للدعاء فهل حصل إجابة حتى لا يتعلق أحد بشخص دون الله عز وجل الرابع أن المدعو عليهم كفار يعني وهذه أيضا من مرشحات الإجابة يعني يدعى على كفار وظلم ومعتدون وقتل ومع هذا ما استجاب الله به لأن لله بخلق حكمة والأمر إليه سبحانه وتعالى وليس لأحد من غيره الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنهم التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم يعني حصل منهم من الحقد الشيء العظيم إصابة إصابة السادسة السادسة قال أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء يعني أن الأمر لصاحب الأمر وهو الله سبحانه وتعالى يعذبهم ليس لك يفلحون ما يفلحون هذا ليس لك هذا لله سبحانه وتعالى وهذا لا يعني أن الإنسان لا يدعو لا يدعو فإن الدعاء سلاح المؤمن لكن لا يجزم أن دعاء سوف يقع وإنما يدعو ولهذا قال عمر بن خطاب رضي الله عنه والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فتدعو على الكافرين ولو بأسمائهم لا حرج ولهذا لا يقول شخص ما دام أن الله ما استجاب للرسول عليه وسلم في الدعاء على الكافرين لا ندعو عليهم لا تدعو على الكافرين ولو ذكرت أسمائهم في الصلاة فلا حرج لأن الرسول عليه وسلم ذكرهم بأسمائهم وتدعو عليهم في القنوت وأن القنوت عند النوازل سنة مشروعة كل هذا تفعله لكنك لا تجزم أن دعاءك لا يرد ولا تقول عن شخص أن هذا ولي له كل ما يريد ودعاءه لا يرد وتتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى السابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم يعني أن الأمر لله سواء تاب عليهم وعذبهم فتاب عليهم فآمنوا الثامنة القنوت في النوازل يعني المسألة الثامنة أن القنوت في النوازل مشروع إذا نزلت النازل بالناس وهذا يعني الرجوع إلى الله عز وجل عندما تنزل النازل فإنه لا يكشف البلاء إلا الله عز وجل فهو الذي يفرج الكروب فعندما تنزل نازل بالمسلمين فشرع الله عز وجل لهم أن يلجأ إلى الله في الدعاء ويقنتون ويدعون الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء يكشف الله عز وجل به البلاء ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن اللقاء يجتهد في الدعاء يعني حتى ذكروا من دعاء صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر أنه ألح الحاحا شديدا حتى سقط رداءه من على ظهره من شدة ما يرفع يديه ويناشد ربه عز وجل أن ينصره على هؤلاء الكفر الذين خرجوا ريان وبطرا للناس يريدون أن يجتث أهل الإسلام وهم في أول الإسلام ولهذا كان من دعاء صلى الله عليه وسلم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض لأن كل المهاجرين والأنصار جاءوا أكثرهم جاء لهذه المعركة فإذا استبيحت بيضتهم فهو والله عز وجل أعلم وأحكم لكن هو يجتهد في الدعاء فكان كثير الدعاء فالمسلمون يشرع لهم أن يرجعوا في وقت النوازل إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل وليس كحال بعض المسلمين الآن التي تنزل النوازل يمين وشمال وعلى رؤوسهم وهم في غيهم ولهوهم وفي طربهم إلى غير ذلك فهؤلاء ما تحرق قلوبهم النوازل ولا يلتزمون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في النوازل لأنهم يعني حصل في العالم ما حصل مما ترون إلا من هداه الله عز وجل ووفقه لطريق الهدى المسألة التاسعة قال تسمية المدعو عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم يعني أن ذلك يجوز لا حرج أن تسمي من تدعو عليه يعني تسميه بإسمه وبإسم أبيه لا حرجه في ذلك وليس هذا لأن بعض الناس قد يتحرج ويظن هذا من الكلام العادي فلا يقوله في الصلاة إذا كان في الدعاء فلا حرج في ذلك العاشرة لعن المعين في القنوت لعن المعين في القنوت لأن وهذا لأن بعض بعض العلماء قال يلعن الفعل ولا يلعن المعين يلعن الفعل ولا يلعن المعين فتقول ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على المرابين ألا لعنة الله على الظلمة على من شهد الزور ونحو ذلك كما قال الرسول عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبول أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا لعن الله الواصل والمستوصلة والواشمة إلى غير ذلك مما جاء فيه اللعن بالصفة يأتي فيه اللعن بالصفة فهذا اللعن ينصب على هذا الفعل وفاعله الذي لم يتب لكنه لو تاب لا ينصب اللعن عليه لو تاب من ذلك لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله فكذلك يعني من أحدث في الإسلام حدثا ولعنته باسمه أو كان كافرا له تسلط على المسلمين وسميته باسمه فلا حرت لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك وسمى أشخاص بأسمائهم فلو كان لا يجوز لعن المعين ولهذا الناس عندهم في موضوع المعين إفراط وتفريط فبعضهم حتى اليهود والنصارى ما يكفر أفرادهم يقول اليهود والنصارى كفار وفلان يقول لا ما أقول كافر عجيب قال يمكن يموت على الإسلام إذا أسلم أنت تقصده الآن أنت تحكم عليه الآن وهو متلبس بالكفر إذا أسلم انتهت المشكلة فهذا يدل على أنه يجوج لعن المعين وهذا الرسول عليه السلام يلعنهم في الصلاة إذا ارتكب ما يستحق اللعن عليه ولهذا جعلها المسألة العاشرة فقال لعن المعين في القنوت وإذا جاز في القنوت فهو في غيرها أولى إذا جاز في القنوت وهو في الصلاة فهو في غيرها من باب أولى الحادي عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين والمراد أنه بيّن لهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا وطلب منهم أن يشتروا أنفسهم وأن يعملوا وأن الجنة والنار ليست إليه والهداية ليست إليه هذه كلها لله سبحانه وتعالى الثاني عشر جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون لأنه لما دعاهم لأنه لما قال وَا صَبَاحَا صَعِدْ عَلَى جَبَلَ الصَّفَةَ وَقَالَ وَا صَبَاحَا وَصَاحْ بِأَعْلَ صَوْتَهِ فاجتمع الناس لأنهم جرت العادة أنهم إذا وقف إنسان مثل هذا الموقف فمعناته جيش سوف يداهم الناس فاجتمعوا من كل مكان فلما أنذرهم وأخبرهم بما أنزل الله عز وجل قال أنت مجنون يعني أنت فيك جنون تتصرف تصرف المجانين اعتبروا هذا جنون ولهذا قال فهو يدل على أن الإنسان يجد ويجتهد في الدعوة حتى ولو نسبه الناس إلى الجنون فهو ليس خير من الرسول صلى الله عليه وسلم قال جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون قال وكذلك لو لو يفعله مسلم الآن المؤلفة مات قبل قرنين تقريبا من الزمان يقول أنه يعني لو واحد يجتهد مثلا لقالوا هذا مجنون لكثر على الناس قالوا هذا مجنون لكثر في دعوتهم وتحذيرهم وإنذارهم المسألة الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا فلو أن شفاعته لا ترد ودعاؤه لا يرد لقال ادعوني وأنا سوف أجتهد لكم فلم يقلنهم ذلك ولهذا أجمع الصحابة إجماعا قطعيا أنه لا يدعى في قبره البتة يعني عائشة كانت تسكن في القرفة في الغرفة التي فيها قبره وما خاطبته بكلمة ولا دعته ولا تكلمه لأنهم يعلمون أن أحكام وجلست سنين وهي في هذه الغرفة لأنهم يعلمون أن أحكام الممات غير أحكام الحياة أبدا فلا طلبت منه شيء ولا دعته ولا خاطبته ولا استغاثت به ولا استفتته وحصلت أحداث كبيرة وفتن ودخلت هي في بعضها في القتال الذي حصل بين الصحابة وهم يعلمون أنه بعد وفاته لا يسأل عن شيء ولا يطلب منه شيء وهذا إجماع يعلمه كل أحد إلا الذي ما له علاقة بالدين ولا يفقه شيء أو يعتمد على الأكاذيب والمنامات لأن أكثر ما يروج له زنادقة الصوفية كله كأكاذيب أكاذيب حتى بعضهم يقول إنني دعوت الرسول عليه عند قبره فمد يده عليه آخر يده من القبر يسلم عليه هايب الصدقون هذا مد يده على القبر يقول وصافحني وكلمني فهو يأم كذاب زنديق يروج يأم كذاب يأم أنه اعترض له شيطان ليس من القبر شيطان في الطريق جاء ومد يده عليه والشيطان يفعل ذلك يعني الشيطان يلبس على الناس ويفعل ذلك ولهذا ذكروا أن بعضهم استغاثوا بعبد القادر الجيلاني جاءتهم رياح شديدة في البحر وهم قد تعودوا أنهم يستغيثون بالأولياء فاستغاثوا وقالوا يا عبد القادر الجيلاني فقال فرأيناه عليه عمامة خضراء انتبهوا لعمامة خضراء يقولون رأيناه عليه عمامة خضراء شوف كيف يلبس عليهم وجاء ومسك السفينة بمقدمها حتى انتهت الريح واستقرت السفينة قالوا رأيناه بأعلم إن كانوا صادقين إن كانوا صادقين فهو شيطان لا محال لأنه لا يمكن أن يكون من الملائكة جاء وهم يستغيثون بغير الله لا يمكن والملائكة لا تنزل لنصر المشركين وإنما هذا تلبيس من الشيطان والشيطان يظهر في فكل ما يروج من هذه الحكايات الباطلة فهذا كله من تلبيس الشياطين على الكافرين لأن هذه مهمة الشياطين أنها تأزى الناس للشر أزى قال الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح انتبهوا لهذا الاستنتاج وهو الاستنتاج جميل جدا قال فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم خواص يعني بعض الناس المنسوبين للعلم تبين له التوحيد وتبين له غربة الدين تبين له التوحيد وتبين له غربة الدين لأنك قد تجد مشايخ يشار إليهم بالبنان وهم لا ينكرون على هؤلاء العوام الذين يفعلون الشرك الصراح وهم ينظرون إليه السبب في ذلك أنه لا يريد أن يخالف المالوف إن كان يعرف أو أنه قد أظله الله على علم يعني ما استفاد من علم ما استفاد من علمه ولهذا قد تجد أشخاص بلغ درجات في الشهادات العصرية ومع هذا يمارس ما يمارسه العوام من النذر والذبح للقبور ونحو ذلك لا سيما إذا كانت زعماء في بلد يمارسون هذا فهو لا يريد أن يخالف الزعماء لأنه يخشى منهم ويخشى أن تذهب وظيفته وأن يذهب مرتبه فهو لا يريد أن يخالف الزعماء في بلد الذين هذا مذهبهم وأنهم ترون يعني ليس هناك عصم لأحد وإن انتسب للعلم ليس هناك عصم لأحد وإن انتسب للعلم فلا يجوز للإنسان أن يعلق دينه بما يعرف أنه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول العوام ونحن كيف نعرف نحن كيف نعرف إذا كان المنتسب للعلم يمجد هذه الأفعال ويحضر فيها كيف نعرف نقول المسائل الواضحة هذه ما تخفى على أحد أنت الآن في كل ركعة وأنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعيد في كل ركعة تتعهد أمام الله عز وجل أنك لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا بياه فهل أنت التزمت بهذا العهد بينك وبين الله أنت لما تذهب إلى الضريح وتقول له يا فلان وتطلب منه هذه استعانة ولا ما استعانة يقول استعانة طيب نقول ماذا فعلت في صلاتك وأنت قبل لحظات تقول إياك نعبد وإياك نستعيد أين أنت من هذه فهذه من الواضحات التي لا يحتاج أن تقلد فيها عالم ولا غيره من أوضح ما تكون هذه أمامك من أوضح الواضحات شيء نفس أي عالم تقول له مثلا أعطني دليل على هذه المسألة ما عنده دليل ما تلتفت إليه ما تلتفت إليه البتة فليس العالم ولذلك تظنون الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه إلى الإسلام كانوا كبراء الناس ضد الرسول يقول هذا ساحر تصدقون الساحر هذا مجنون فزعماء الناس كبار الناس أثرياء الناس كانوا يقولون هذا فهل هذا عذر لهم هل عذرهم الرسول صلى الله عليه وعليه بأنهم ما دام اتبعوا الملأ واتبعوا كبار القوم هل هذا عذر لهم هل الذين كانوا مع فرعون الذي يقول هذا ساحر يريد أن يخرجكم من دياركم هذا رجل ما يكاد يبين أنا الذي لمكانتي ونحو ذلك هل كلامه هذا ودجله عليهم رفع عنهم العقوبة هل رفع ولا غرقوا معهم كلهم غرقوا معهم لو كانوا معذرون ما أغرقهم الله عز وجل لا عذر لمن يأتيه الحق الصراح ثم ينظر ماذا قال الزعماء وماذا قال العلماء هذا لا يحذر ولهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهم أحبار الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى اتخذوهم أربابا من دون الله فصاروا عابدين لهم طيب يقولون هؤلاء لهم مكان كعب فانحرفوا فإذا انحرفوا تنحرف معهم إذا إذا قامت على الإنسان الحجة وعرف دين الله عز وجل ومن كان في بلاد المسلمين ويقرأ الآيات ويسمع القرآن ويسمع كلام العلماء فقد قامت عليه الحج قامت عليه الحج ليس معنى إقامة الحج أنه لا بد عالم بلدك هو الذي يقيمها عليك ما هو صحي ليس من شروط إقامة الحج أنه لا بد من هو عالم في بلدك هو الذي يقيمها عليك وإنما أعطاك الله عقل تتأمل في الأدلة وفيه أمور أصلا واضحات معلومة من الدين بالضرورة مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا لو أفتاك عالم إن الربا حلال قال لك الربا حلال طيب وش معنى ولي في القرآن ما هو ما هو المحرم في القرآن من نسخه لو قال لك الزنا حلال تقول له من نسخه الأمور واضحة فلا ينبغي الإنسان أن يخاطر بنفسه ويسلم عقله لغيره ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب وجاء المؤلف بباب بعد هذا الباب وهو مرتبط به لأن الأول تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يملك من الأمر شيء وهنا تكلم في هذا الباب عن الملائكة وذكر قول الله عز وجل باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ونكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب ترجمة نهاية شكرا ل десят P ognإ ساتة وهو العلي athon و להكلم تعالى الز 있는데 شكرا ، شكرا لا به